في المركز الاستشفائي مولى يوسف وبقسم الأم والطفل صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء والسيدة الأولى لكوديفوار دومينيك وطرع تطلقان برنامج الكشف عن الصمم لدى حديثي الولادة بجهة الرباطس للقنيطرع ويهدف هذا البرنامج ذو البعد القاري إلى التشخيص المبكر للترابات السمع لدى الأطفال حديثي الولادة والتكفل بهم لاستعادة السمع بفضل زراعة القوقعة الاصطناعية ودعم علاج النطق على الخصوص وكذا تبادل التجارب والخبرات بين الأطباء المغاربة وزملائهم في البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة وبهذه المناسبة قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء والسيدة دومينيك وطرع بزيارة أطفال أفارقة خضعوا لعمليات جراحية قبل متابعتهما لدرسين في تقويم النطق والتشريح قدما لأطباء أفارقة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء والسيدة الأولى لكو ديفوار حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين مؤسسة للا أسماء من جهة والخطوط الملكية المغربية وبنك إفريقيا ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة من جهة أخرى ووقع على الاتفاقية الأولى مدير مؤسسة للا أسماء السيد العباس بوهلال والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية السيد عبد الحميد عدو فيما وقع على الاتفاقية الثانية السيد بوهلال والمدير العام لمجموعة بنك إفريقيا السيد أمين بوعبيد أما الاتفاقية الثالثة فقد وقعها السيد بوهلال والمدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة السيد يونس بجيجو وفي ختام الحفل تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للأسماء والسيدة دومينيك وطر ممثلون للاينز انترناشنال إفريقيا